مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم نحكي عن الموضوع مهم جدا جدا خاصة اللي موجودين في كندا تابعونا بعد الفاصل وححكي لكم عن الموضوع بس قبل ما نحكي في سؤال سألوني يا ناس كتير ليش ما بيوصلهم تحديثات من القناة القناة او قد بنزل كل يومين يوم بعد يوم فيديو جديد فالناس اللي ما بيوصلهم التحديثات السبب الوحيد انهم مش عاملين سبسكريبشن اللي مش عامل سبسكرايب ومش حاطط ضغط على الجرس تبع التنبيهات ما بيوصلوا كل جديد فعملوا هاي الشغلات اعملوا لايك ابتدعموا قناتي وبتساعدوني اني استمر في المحتوى حوالي تسعين بالمية من اللي بيحضروا القناة للأسف مش عاملين سبسكرايب بس هدول الناس بيوصلهم كل اشي جديد فاذا حاب يوصلك كل اشي جديد اعمل سبسكرايب اعمل ضغط على جرس التنبيهات اعمل لايك وساعدني اعمل شير ونراكوا بعد الفاصل اليوم داني احكي عن شغلي مهمة كثير كثير ناس كثير حتى سكان اوتو وناس عايشين في اوتو اليهم سنوات ما بيعرفوا يفصلوا بين الريدو ريفر والريدو كنال هذول شغلتين بفروعا بعض وناس كثير بيقول لك انا رايي على الريدو ريفر الريدو ريفر بيختلف عن الريدو كنال الريدو كنال اليه قصة وهيستوري بنوا عشان يقدر يوصل الناهر اوتوى اللي هو بمر وبوصل بنهر السان لوران بعدين بوصل في السان لوران ريفر وبفتح على الوشن او على المحيط يوصلوا بمنطقة الانتاريو ليك اللي بتوصل لتورونتو وكينغستون طبعا الناهر الريدو او الريدو ريفر هو بوصل لهذه المكان بس للأسف نهر الريدو بنتهي عند اوتوى بريدو فولز او شلالات الريدو اوكي وهذه الشلالات السفن ما بتقدر توصلها فعملوا هذه القناعة وعملوا شغلة اسمها ريدو لوكس اللي هي عبارة عن زي سد بتنزل السفن فيه بطريقة هيك يعني بتنزل بعدين بنزلوا المية بتنزل للي تحتها لما توصل للمكان هذا حكينا عنه سابقا لكن شغلة مهمة انو نحكي فيها هذا الريدو هو مبني من الانسان الناس بنوا قبل حوالي 200 سنة بنوا عشان يقدروا يساووا هذه الشغلة وصلوا نهر اوتوى بالداوز لايك والداوز لايك وصلوها بريدو ريفر وبالتالي صارت موصولة مع بعض ففي تشعب عند بعد الداوز لايك او بعد السوري بعد المونيز باي مونيز باي لايك وغاد بدأ هذا التشعب وهذا التشعب هو اللي بسوينا الاسمين اللي بنختلط فيهم الريدو كنال والريدو ريفر عشان كون اوضح بازده وارجيكم الخريطة هاي بشكل عام طبعا هذا الخريطة اطواهي كد عم ننزل شوية هون كينغستون زي ما تشايفين وهي انتاريو ليك وطبعا هون تورنتو مدينة مهمة كان الموضوع اصلا هو حربي لنقل المعدات الحربية لما كانت امريكا تحارب كندا طبعا زي ما تشايفين هاي الانتاريو ليك توصل لكينغستون ومن هون بدخل نهر الريدو زي ما هيو هذا الانتاريو بضلو زي ما تشايفين في شوية جزر هيكد هاي لونغ آيلاندز هاي مثلا لونغ آيلاندز جزيرة موجودة حلوة كتير زي تحبوا تزوروها وهون شايفين هون هاي المونيز باي بعد المونيز باي بصير تشعب دايريكت شايفينه هذا الريدو كنال وهذا الريدو ريفر شايفينهم بختلفوا يا جماعة هذا الريدو كنال هذا اللي من ميد يعني صنع انسان وهذا الريدو ريفر هلا حنشوف ون رايحين الريدو كنال زي ما حكينا بيمر بالداوز ليك الريدو ريفر بروح على اليمين تبع الريدو كنال هاي هون بظلهم تقريبا متوازين هذا الريدو كنال هذا لما يتجمد بالشتاء بيصير أطول مكان للسكيتينج في العالم عفوا هاي الريدو كنال وهي الريدو ريفر هون بنتهي زي ما حكينا عند زي منحضر كبير بسموها شلالات الريدو ومن هون اجت الريدو الريدو بالفرنسي معناها الستائر فشلالات الريدو اجت من هذا الاسم لانها زي الستائرة وهون قريب كتير من البرلمان أو من فندق بين البرلمان وفندق شاتو لوريه هذه اللوكس اللي حكينا لكم عنها اللي هي زي ما حكينا السفينة بتنزل أو السفن والقوارب بتنزل فيها هاي هون منظرها واضح وبنزل على نهر أوتوا في الأخير زي ما نشايفينها منظر جميل جدا خاصة بالصيف لما تشوف كيف بنزلوا هذول اللوكس طبعا في واحد وظيفة في كندا هذا اسمها لوك ماستر هذا زال ما شغال بس يفتح هذول اللوكس وسكرهم وهون الريدو فولز أو شلالات الريدو برضو مكان جميل تروح عليه حكينا عنه زي ما انت شايفين المنظر جميل وخلاب حلو كتير لكن السفن طبعا ما بتقدر تنزل فيه بشكل عام هذا الريدو هون لما بتتجمد بشتا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومة هذا الهدف الاساسي من هذا الفيديو أعطيكم العافية والسلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر